بسم الله الرحمن الرحيم الآن رح نبدأ بالفيديو رقم واحد من المجموعة اللي هي 36 سؤال موضوع المجموعة cost of capital in you يعني تكلفة رأس المال إذا كان جديدا بمعنى الشركة قائمة وعايزين نصدر إما أسهم عادية أو أسهم ممتازة أو سندات long term debts جديد بالتالي المستثمرين رح يكونوا قلقين أو عندهم تحفظ على قضية لماذا تحتاج تلك الأموال وبالتالي رح يطلب عائد أعلى بافتراض أن الشركة تواجه مشاكل معين إذن بس أوضح الفكرة من خلال هذا الرسم هذا current funds أو بيسمو long term funds وإذا بتكلفة متوسط مرجح بمعنى المتوسط المرجح لكل وزنه common قديش وزنه وبريفيرد قديش وزنه والlong term debts اللي هي البونز بديش وزنه 14.2% المتوسط المرجح لرأس المال أو تكلفة رأس المال إذا أردنا إصدار رأس مال جديد new funds external capital بيسموه أكيد بدو يجي من بره يعني إما common أو بريفيرد أو long term debts التكلفة رأح ترتفع من 14 إلى 16 أربعة بالعشرة للإصدار الجديد المتوسط المرجح له بنفس النسبة والتناسب أو تغيرة النسبة النسبة والتناسب القصد بمعنى الأوزان بين الدبت وبين البرفيرد وبين الكمون مع الأوزان بين الدبت الجديد والبرفيرد الجديد والكمون الجديد إما بنفس الأوزان أو تغيرة الأوزان بدها تكاليف أعلى هذه الرسمة كانت كلنا نشتغل عليها بالفيديوهات السابقة على الـ Current هاي عندك Cost of Equity مرتفع لأنه ما فيه تاكس وهنا Cost of Debt منخفض لأنه فيه تاكس بمعنى أنه إذا كان الفائدة 10% والتاكس 40% معناته إحنا مندفع حقيقة بس 6% يعني أقل بكثير من العشر لأنه راحت أربعة تاكس شيلد يعني حرمنا من دائرة الضريبة من شوية من نسبة 40% بمعنى أنه وفرناهم بمعنى أنه التكلفة علينا أقل بسموها تاكس شيلد تمام طيب بس هذا الوضع الحالي وهذا الرسم مشان نوضح نوضح الوضع الجديد حطينا الوضع الحالي مع الوضع الجديد هذا الوضع الحالي مع الوضع الجديد هايها نوضع الجديد نوضع الجديد أوكي وبالتالي موضوعنا راح يكون هون نوضع الجديد أو نوضع الجديد طيب خلينا نرجع لهون ونقول الوحدة ما زلنا بالوحدة الرابعة عنوان الوحدة valuation methods طرق التقييم تقييم للستاك وتقييم طبعا استاك بكل أنواعه وتقييم لل options والderivatives وكذلك cost of capital اللي هي ثلاث واربعة cost of capital current وcost of capital new طبعا زي ما حكينا بالبداية أنه 12 سؤال حنبدأ الآن بالسؤال رقم واحد هذا سؤال رقم واحد if firms a new financing تمويل جديد هاي the new financing هاي بطلع لفوق هذا هو the new financing شايفين كيف طالعت التكلفة تبعته عم ترتفع أول بول كل ما زاد الإصدار كل ما زاد زادت التكاليف طيب إذن the new financing will be in proportion to the market value راح تكون بنسبة تناسب للماركت فاليو القيمة السوقية لهكذا إصدارات أو لهكذا مكونات لرأس المال of its current financing شون current financing هذه نفسه بمعنى أنه راح نصدر long term debt وpreferred stock وcommunist stock بنفس النسبة بنفس النسبة لكن بالماركت فاليو خلينا نطلع هون long term debt هي carrying amount يعني carrying amount يعني البوك فاليو ثلاث أصفار معناته سبعة مليون long term debt سبعة مليون الpreferred stock ميت ألف شيرز مجموحهم مليون ألف مع ألف بصيروا مليون كومونist stock ميتين الشيرز بصيروا سبعة مليون طيب الآن شو بقول the firms bonds are currently selling at 80% of bar سندات الشركة تباع حاليا اللي هذه نفس long term debt تباع بثمانين بالمية of bar يعني البار البار سبعة مليون في ثمانين بالمية بطلع هايها خمسة مليون وستمئة ألف سبعة مليون في ثمانين بالمية بطلع خمسة مليون وستمئة ألف هايها شايفين الكارينت فاليو أو الماركت فاليو يلد of 9% 9% before tax طب after tax بنضربها 9% في 1 ناقص 40 لأنه tax موجود عندنا هايه has 40% tax rate and the corporation has 40% tax rate إذن بضرب 9% في 1 ناقص 40 بطلع 9% في 6 60% بطلع 5.4 بالعشرة هاي 5.4 بالعشرة بضرب هذا القيم السوقية ضرب 5.4 بالعشرة التكلفة على الشركة بطلع 302 بتتدفع 400 100000 طيب بكمل the preferred stock is selling at its bar value يعني هذا اقسم المئة ألف أو اقسم المليون مليون هايها 3.4 و3.4 مليون على 100.000 بطلع 10 إذن الbar value 10 لكل سهم إذن بيقول هون it's selling at its bar value بمعنى القيمة السوقية تساوي القيمة الدفترية قيمة الbar value يعني نفس القيمة يعني بناش نضرب بإشي بناش زي ما ضربنا هون 80% تمام أوكي إذن هايها 6% dividend باجي لهون بقول preferred 100000 اللي هي مليون ما في ضرب واحد نفسها هايها مليون تساوي مليون ضرب 6% هاي 6% بطلع 60000 تكلفة على الشركة منكمل The common stock has current market value of 40 دلار هاي الكمون stock current market value of 40 هذا هي 40 كم سهم 200000 هاي هم بالأحمر 200000 ضرب 40 هاي الـ 40 current value market price and is expected to pay 1.20 per share dividend this fiscal year متوقع تدفع كل سهم 1.20 أوكي الـ 1.20 هايها على 40 اللي هي market price كديش بطلع العائد 3% 3% وبقول كمان هون dividend growth rate growth is expected to be 10% per share per year إذن growth 10% 3 زائد 10% شو بطلع 13% إذن هذا العائد تبع عيش الـ common هاي العائد ضربنا 8 مليون منين جبنا 8 مليون زي ما قلنا 200000 سهم في 40 dollar market price بطلع 8 مليون في 13% 13 هايها اللي جاي منين من 3% 1.2 على 40 زائد نسبة growth 10% هايها expected to be 10% depending growth rate شو بطلع 13% 13% 8 مليون في 13% بطلع مليون و40 ألف بنجمع هذور كليات ثم بطلع مجموحهم مليون و4200 و2400 بنجمع المبالغ الأصلية كلياتها للكبيتل بطلع 14 مليون و600 بنكسم هذا العائد على رأس المال هاي العائد على رأس المال بطلع 9.6 بالعشر بالمية إذن التكلفة المتوسط المرجح الweighted average cost of capital بسموه WACC بطلع عندنا 9.6 بالعشرة بالمية هايها 9.6 بالعشرة بالمية إذن the firm weighted average cost of capital هايها W A C and C is round calculation to tenths of percent يعني يقرب إلى 6 بالعشرة يعني جزء من العشرة هاي 9.6 بالعشرة بس هذا الجواب تبع السؤال واحد الجواب عندنا C هذه C بدناش نقرأ هذا كله نهائيا لأنه شرحنا السؤال اللي بعدي السؤال اثنين إذن يباع بالسوق 101 هذا face value of 100 يعني زي bar value القيم الاسمية مكتوب على وجه السهم إنه قيمته 100 dollar per share underwriting fees of 5 dollar per share تكلفة الـ underwriting أي أن البنك يقوم نيابة عن الشركة بالتعاهد بالاكتتاب بتلك الأسهم أو ببيعها أو 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 بخلال مكاتبه بأخذ خمسة دولار إذن البنك جاب لك 101 باعها 101 أخذ خمسة بظل عندك قديش 101 ناقص خمسة بظل عندك 96 بسموها net proceeds net proceeds proceeds لمن للإصدار أوكي هذا هو net proceeds إذن عشر طبعا من أمتيج العشرة الديفيدنت الديفيدنت جاي من إيش من اللي هي هيها عشرة given بالسؤال أنوال ديفيدنت سوى عشرة بنقسمها على إيه على الفيس باليو على مية بطلع عندنا عشرة بالمية هايها عشرة يعني هاي عشرة دولار يعني هي عشرة بالمية ديفيدنت هي بريفيرد وبالتالي عشرة بالمية من إيش من الفيس باليو مش مكتوب هون بس إحنا منستنتج هاستنتاج إذن في عندي عشرة دولار على net 96 بطلع عندي عشرة بونت أربعة بالمية إذن عشرة بونت أربعة بالمية شو بقول هون if the tax rate is 40 the cost of capital of the preferred ما لهش علاقة بالتاكس ريت التاكس ريت ما لهاش علاقة نيهاي التاكس ريت بتروح على الدفت البريفيرد والكون الديفيدنت سباح ويوزع بعد التاكس يعني net income after إذن الجواب عندنا عشرة وأربعة بالعشرة بالمية اللي هو تكلفة الفند من نوع البريفيرد على الشركة هاي الجواب دي سؤال اثنين هذه دي بدناش نقرأ شرحناها في مناطق ما بقرأها مش لأنه أنا حابب يعني مرات بقرأ السؤال لأنه حابب ضيع وقت لا بقرأ السؤال لأنه يستحق أما في أمور ما بقرأها طيب fact pattern نموذج خلنا نسميه حقيقي أو حقائق أو نمط حقائق The FLF Corporation is preparing to evaluate capital expenditure proposal for the coming year الشركة اسمها FLF is preparing to evaluate تستعد لتقييم capital expenditure proposals ها لو شو بسموه مقترح proposals يعني اقتراح يعني رأي يعني عرض مقدم كيف يتم يتم الصرف الرأسمالي اللي هي نفقات رأسمالية for the coming year للسنة القادمة because the firm employs discounted cash flow لأن الشركة بتشتغل على discounted cash flow methods discounted cash flow methods هاي present value of annuity present value of annuity formula لا تساوي واحد ناقص واحد على واحد زائد R لكل قوانون على R طبعا بناشي تدخل بالتفاصيل القصد أن إذا بد يجينا دولار بعد سنتين قيمة الدولار الآن لا تساوي دولار الآن قيمته الحالية أقل من دولار يمكن 80 سنت يمكن 90 سنت بغض النظر بتتحكم في المدة والفائدة أوكي The cost of capital for the fair must be estimated The cost of capital for the fair يجب أن نقدر the cost of capital الذي يتكون من common ومن preferred ومن bonds The following information for FLF corporation is provided المعلومات التالية The market price of common stock is 60 per share أوكي قسم القيمة السوقية أو السعر السوقي للكومون stock 60 The dividend next year is expected to be 3 per share السنة القادمة الدividend هيكون 3 expected growth in dividend is 10 نسبة النمو 10 زي السؤال السابق A new bonds can be issued at face value with 10 percent cobalt of interest 10 عاد مش كاتب هون before tax ولا after tax طبعا إذا مش كاتب after tax بتكون before tax The current capital structure of 40 long term depth and 60 equity is considered to be optimal بمعنى أنه لازم تكون نسبة رأس المال 40% ديون ديون للآخر 60% equity قد تكون common وقد تكون بريفات طبعا أو الثنتين معا طبعا الأساس common anticipated earning to be retained in the coming year are 3 مليون متوقع أنه earning المحتجز يعني الانكم بعد ما نوزع dividend حيظل عندنا انكم اللي هو تحت الار 3 مليون 40% يعني نسبة 40% السؤال question 3 after tax يعني بعد التاكس يعني بتقول في واحد ناقص هاي هينها هينها البند عجرة بالمية عجرة بالمية في واحد ناقص شو ناقص 40% يعني عشرة في ستة في 60% يعني ستة إذن the after task cost to if corporation of the new bond issue is 4% 6% العشرة في واحد ناقص 40% ما أدري شغلة بسيطة يمكن أنا أغفلت عنها أحط لها المعادلة وإنما هي شغلة سهلة هيا 10% 1 ناقص 40 بالمية قوس تساوي 10% ضرب 60 واحد ناقص العين يعني 60% ضرب 60 بالمية وتساوي يعني بتطلع بديش أدخل بالتفاصيل بتطلع 6 سوري 6% راح أربعة تاف شيلد ووفر من الضريبة بتصير الفعلي علينا 6% بس هاي إذن الجواب 6% يمكن أنا لأنها سهلة ما ما حبيث أحلها بس مرات الواحد مش غلط أنه يعني أنه يعني يحلها بالطريقة هاي إذا الجواب عندنا 6% الجواب بس after tax 6% هاي بي سؤال ثلاث هذي بي بس because the bonds are issued at their face value 10% the pre-tax effective rate is 10% قبل tax however interest is deductible for taxpayer purposes أكيد حنشيل 40% so the government the government absorbs 40% of the cost يعني منحمل دارة الضريب 40% من السبيد منها أو نتعوض منها لأنه تعتبر deductible leaving 6% after tax cost انتهى الموضوع إذا الجواب عندنا لسؤال ثلاثة بي سؤال أربعة the FLF corporation is preparing to evaluate capital expenditure proposals for the coming year because the firm employs discounted cash flow methods لليل present value هاي أجيب الكياه من هون هذا هاي شافينا شافينا إذن لازم نقيم الكوست of capital نقدر تقدير I think نفس المعلومات تبعت الFLF سؤال الماضي هاي نفسه 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 قرينا قبل شوي مش ضرورة عيد عليه إذن an FLF corporation must assume 20% flotation cost on a new stock insurance إذن إذا تم إصدار stock جديد هاي بدها يروح منها 20% من إيش من المبلغ المقبوض مقابل بيع ذلك stock what is the cost of a new common stock إذن قديش تكلفة new common stock طبعا مدام بدهم البنك اللي بدو يقوم نيابة عننا يخصم 20% إذن بظل لنا 80% the company will receive only 80% 20% flotation of the 60 market price هذا the market price of common stock is 60 per share الموضوع تبعنا على مين على ال common stock إذن بنقول 80% من 60 market price بصير عندي 48 إذن net proceed يساوي 48 net proceed هاي يساوي 48 مقام 48 طب dividend yield قديش dividend next year is expected to be 3 per share إذن dividend yield يساوي 3 دولار إذن 3 على 48 تساوي 26 وخمسة وعشرين بالمئة so dividend yield is 26 وخمسة وعشرين بالمئة طيب بس شغلة سهلة هايها given الثلاثة ال dividend وهايها 60 وراح 20 flotation بظلي 80 6 في 8 في 48 وانتهي إذن dividend yield يساوي 3 على 48 بطلع 6 وخمسة وعشرين يعني بمعنى السهم اللي قيمته 100 بعطيك 6 دولار وخمسة وعشرين ست then by adding 10 percent growth rate هايها growth rate وينها expected growth in dividend is كونستان طبعا growth rate لا تنطبق إلا على common لأن preferred الها نسبة ثابته والbund is bond ما عليها growth إذن 10 بالمية بنضيف 6 وخمسة وعشرين زائد 10 بالمية بطلع 16 وخمسة وعشرين إذن new common equity will be 16 common equity common equity خلنا نسميها dividend إذن هون بقول the cost of new insurance what's the cost of the new common stock إذن الكوست حتكون 16 وخمسة وعشرين 6 وخمسة وعشرين زائد 10 اللي هي dividend dividend تعتبر تكلفة يعني أنا لما حد بكتتب عندي بعطيه dividend العادي وكل سنة بد زيد 10 بالمية إذن 16 وخمسة و16 وربع 16 وربع معناته الجواب c بس هذه الجواب c سؤال 4 هذه c برضو منش رح نقرأ سؤال 5 f lf نفس السؤال نفس التفاصيل نفس المعلومات وإنما the cost of using f lf corporation retained earning for the financing is استخدام retained earning داخليها ما بدهاش flotation cost إذن شو معناته شو بننقول the cost of using retained earning r e equal the dividend yield زائد the dividend growth بس الدividend yield زائد الدividend growth الدividend yield اللي بطلع معنا اللي هي قبل شوية طلعت معاي ثلاثة بس لاحظ ما في flotation market price 60 هيا ما في flotation ما قلنا للبنك اكتبنا جوا عندنا جاهز وبالتالي من الحط القيمة تبعته 60 market price وعندنا dividend 3 dollar given بالسؤال هاي 3 على 60 بطلع 5% اذا 5 زائد dividend growth اللي هي 10% هيا 5 زائد 10 بطلع تكلفة return earning علينا 15% اذا استحدمنا قيمة الـ RE في التمويل ما وزعنا هاش dividend اذا التكلفة اللي لازم تطلع عليها تسوي 15% نتيجة استخدام الـ RE تبعنا مش من بره هاي 15% بس cost of capital تسوي dividend per share زائع dividend growth rate dividend per share 5% زائد growth rate تسوي 10% given بالسؤال هاي growth rate وتسوي 15% اذا الجواب عندي 15 الجواب دي بس هذي دي اذا سؤال 5 دي نفس السؤال 6 6 نفس المعلومات اوكي هذي جبت ما هيك ترجمت فا فا ترنض انمط الحقيقة او النمط الواقع او كذا the maximum capital expansion that FLF corporation can support in the common year without resorting to external equity financing is شو يعني without resourcing to external equity financing يعني بدون ما ترجع لا انك انت تعمل تمويل عن external equity لا prefer destack ولا common destack لانه هذه هي equity شو بنعمل بنقول الكارنت optimal capital structure لي الدبت على equity تساوي 40 على 60 اي 40 على 60 مجموح 100 طيب next year optimal capital structure الدبت على RE بقول هون لا بدك ترو على equity برانية ما بدك تجيب common ولا تجيب preferred اذا هتستخدم equity الداخلية اللي هي RE RE قديش تساوي 3 مليون anticipated earning to be retained in the common كذا 3 مليون حطيناها اذا هاي 3 مليون بلاش من النسبة 3 مليون وهاي بلاش 3 مليون تمام اذا هذا 3 طيب هون النسبة 40 ل 60 اذا كانت هاي 3 وتعادل 60 بالمية اذا هاي قديش بتتكون اجمع هلا هاي اكسمها على كديش على 20 بطلع 22 وهون 20 بطلع 3 اذا 2 الى 3 اذا هاي بنت تكون 2 الى 3 طيب هاي 3 معناته هاي 2 اذا هاي العالم تستفهم اللي هي الدب اذا اذا قديش السؤال السؤال بقول external the maximum capital expansion that if corporation can support in the coming year without resorting يعني ال capital expansion بدك تروع على الدبت بس ما بتروع على الاكوتي لا بتصدر اسهم عادية ولا اسهم ممتازة وتاخذ الار اي من جوه وبتطلع عندك long term دبت اذا بدك خمسة مليون اذا الجواب مشان المعلومة هاي بدولي يعني بمعنى انه الفلوس اللي بعد سنتين وثلاث واربع وخمسة لا تساوي الفلوس الان دائما الفلوس اليوم افضل من الفلوس بكرة لانه في امفليشن وفي بيرتوزنج باور للمني وكذا الى اخر معروف القصة هاي في استثمار بالبنك بتحط الدلر بعد سنة بصير لك دلر وعشرة سنت اذا الفائدة عشرة بالمية وهيك شي اذا الجواب عندنا الجواب سي لا خمسة مليون بدنا افلوس ثلاث مليون من الار اي واثنين مليون دبت بس ما منقرب على الكمون ولا على الجواب عندنا سي لسؤال ستة هذي سي بدناش تشرحها كمان بين طيب برضو افل اف رائع نفس السؤال نفس المعلومات اوكي دون المساس باجاباتك من اي اسئلة اخرى يعني لا تضطرب امورك وتقول هذا السؤال اللي قبل شوي حيختلف انا بقول لك انت هول الان اسم ذات the after task cost of debt financing is 10% افترض انه الafter tax تساوي after tax مش before يعني بطرحنا التاكس قديش التاكس سوي بالسؤال 40 يعني 60% من الانتريج تساوي 10% the cost of retained earning is 14 الري تكلفتها 14 and the cost of new common stock is 16% طيب new common stock اصدار جديد if capital expansion needs to be 7 million for the coming year اذا اذا بننا توسع ب7 million what is the after tax weighted average cost of capital to if corporation بننا توسع ب7 million شو بقول to maintain capital structure اللي هي 40 بالمئة 60 بالمئة هيها بين الدب وال equity the 7 million total must consist of بدك تضرب 7 million في 40 بالمئة اذا لازم يجي عندي 7 في 4 28 2 point 8 million of deb لازم يكون عندي deb 2 point 8 million and وتضرب كمان 60 في 7 ب 42 4 point 2 million of equity اذا الdebt رح يكون 2 point 8 وال equity رح تكون 4 point 2 تمام طبعا انا بامكاني اكبر الموضوع هذا هيك the equity will consist of 3 million of retain طبعا انا بدي 4 point 2 million of equity طبعا انا عندي 3 million من ال re هيها وين ال re هيها retained earning 3 million the equity will consist of 3 million of retained earning طيب من 3 million الى 4 point 2 million بدنا معنا 1 point 2 million of new stock بدنا نصدر اسهم جديدة قد تكون common وقد تكون preferred ما ادري شو حاصط عندنا هون اذا شو من نقول the weighted average cost of 3 sources of new capital is determined by كيف weighted average شو من قول اتفقنا عليها 2 مليون وثمان مية هيها 2 مليون وثمان المبلغ كله 7 مليون كل المبلغ 7 مليون كل المبلغ 7 مليون اذا منقسم 2 مليون و700 على 7 مليون التكلفة تبعته 10 after tax ما خصمنا already مخصوم تساوي 4 بالمية الكومون ستاك مليون وميتين غير الـ RE اذا الاصدار حيكون كومون ستاك مليون وميتين على 7 مليون كله ضرب 16 منين جبنا 16 هاي هاي كومون ستاك تكلفته 16 هاي 16 ضرب ناها ب16 بطلع عند 2.74 الـ 3 مليون كما هي بالسؤال خذناها كل هنا يوم خذناهم كل واشتغلنا عليهم بس ما كفوا رحنا جبنا كومون مليون وميتين حتى صيروا 4 مليون وميتين اذا الكومون ستاك 3 مليون على 7 مليون المبلغ كله اللي مطلوب بالتوسع 7 مليون هاي 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 7 مليون هاي ضرب 14 بالمية 3 مليون على 7 مليون ضرب 14 بالمية قديش التكلفة تبعت الـ ر اي قفن بالسؤال هاي بطلع قديش 6 اللي بنجمح 4 و 2 و 6 بطلع 12 و 74 اذا الويتد ابرج كوستوف كابيتل لنيو بطلع عندنا تكلفة 12 بونت 70 74 بالمية 12 بونت 74 بالمية الجواب ب هاي بس شغلي سهلة سؤال ثماني without prejudice to your answers from any other questions برضو كأنه بتابع لنفس السؤال بدون انك انت ما تنحاز لاي سؤال ما تتأثر يعني ما تنحاز ما تتأثر بأي سؤال آخر اصوم ذات after tax cost of debt after tax cost of debt financing is 10% اوكي the cost of retained earnings 14 معطيك معلومة من جديد and the cost of new common is 16 what is the marginal cost of capital marginal ها لنيو corporation for new projected capital projected capital expansion in excess of 7 مليون بزيادة عن 7 مليون بزيادة اذا شو بنا نعمل بنا نعمل dip to equity لانو 7 مليون بنا ناخذ منهم زي ما مر علينا بالسؤال السابق السبعة مليون 2 مليون وثمان مليون وميت ين وثلاث مليون retained earnings موجودة بالسؤال هلأ زيادة شو بدأ تقول بدك تعمل وزن الاربعين قبل بالسؤال وستين بالمية هاي اربعين بالمية وستين بالمية هذا اي اربعين بالمية وستين بالمية هاي اربعين وهاي ستين الدبت قديش تكلفتها افتر تاكس ما بدك تطرح تاكس هيا بتضرب بعشرة بطلع اربعها بالمية الاكوتي قديش ستين بالمية في ستة عش هاي ويعطينا السؤال يعني قديش مش الحل بعطينا الجواب انه الاكوتي راح يكون التكلفة تبعتها اللي هي الكمون اصدق اكوتي هون 16% وطبعا احنا عارفين انه دائما الدبت تكلفتها اقل من البرفيرت واقل من الكمون الكمون ليش تكلفته عالي لانه ريسك اونر لانه بتعرض ريسك علي كله لانه بتعرض الى مخاطر كبيرة فبدو فائدة بدو مردود عالي لبرفيرت بينات 6% 8% 10% صحيح هو اونر بس يعني بيأخذ قبل الكمون اما البند هولدر يعني دائما تكلفته منخفض عليه لانه مضمون بروع المحكمة وبيشتكي وكذا وهو طرف اخر طرف دائم اذا 60 في 16 زي ما هي معطيه بالسؤال بطلع 13.6 اذا التكلفة بتطلع 13.6 الجواب C هذه C ثمانية بس سؤال جديد فاكت باتر نفس الاشي نمط حقاق وليامز شركة سمها وليامز انكوربوريشن انترستد ان مجرين تقييس الوفر كوست الوفر كوست كوبيتل يعني الكوبيتل اللي هو البنت واللي هو البرفير واللي هو الكومون جمعت البيانات التالية عند ترمز تستطيع ان تبيع انترمز كله بتقدر تطرح وتبيع عليه طلب الشركة سمعتها كويس نفترض وليامز كان ريز الشركة تستطيع ان تحصل على كاش باي سيلنج الف ثمانية بالمية عشرين يعني لمدة عشرين سنة بانز الماتوريتي الماتوريتي افتر 20 ياس فائدة سنوية مش نصف سنوية ان سيلنج ان سيلنج ذا اشو حتى تبيع هذا الاصدار اذا بدهم يستلم ثلاثين دولار لكل باند 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 مش باند باند اذا قلت غلط ان الحييجي ناتج لكل باند ثلاثين دولار وحتدفع فلوتيشن كوست يعني بمعنى تكايل خليف خلنا نسميها يعني السؤال غريب ثلاثين وثلاثين يعني قريبات من بعض خلينا نشوف تكلفة بعد ما تقول واحد ناقص التاكس بطلع عندنا 4.8 طيب بتبيع سندات ممتازة بثمانية بالمية ستاك with بار value of 100 قيمة الاسمية مية دولار لكل سهم for 105 per share بتبيعهم 105 The cost of issuing and selling the preferred stock is expected to be 5 per share إذن إصدار بعدها تخصم خمسة لأنه حتنحرم من خمسة يعني 105 ناقص خمسة حنشوف إحنا العرض عرض المعلومات كيف حيكون كمان William's common stock is currently selling for 100 per share إذن يباع بمية الكومة The firm expects to pay cash dividends of 7 per share next year تتوقع تدفع dividend 5 7 dollar cash and the dividends are expected to remain constant ما فيش growth the stock will have to be underpriced by 3 per share يعني حيكون قيمته أقل من القيم الحقيقي ب3 dollar and the flotation cost are expected to amount to 5 per share كمان flotation هو الفرد بينما يتم قبضه ويتم ويتم إعادة دفع للشركة 5 dollar خلينا نكمل William's expects to have available of 100 thousand retained earnings in the common gear حيكون عندها 100 000 retained earnings once these retained earnings are exhausted يعني بعد ما تستخدم الميت ألف بتتروح على ال common the firm will use the new common as the form of common equity stock equity financing موفوم بعد ما نخلص الretained earning نروح نصدر سندات عادية William's preferred capital structure is long term dip 30 إذن هاي البوزن 30% long term dip 20% preferred و50% common حلو طيب كل المعلومات واضحة ما عاد هاي أنا بالنسبة لي in seeing the issue ok average premium of 30 per pound would be received and the يعني premium أعتقد هذه فيه premium discount يعني قصدي علاوة إصدار ok I got it هنا أنه في عندك علاوة إصدار يعني سيأتي زيادة على القيمة الإسمية تبع السند 30 دلال ليلة أنه السند يحمل فائدة أعلى من الفائدة الموجود بس وصير إقبال عليه وصير احنا نتدلل الشركة هاي تبع وليام ستكون نبدأ على وتصدار هاي الفكرة إذن هاي تختلف على flotation cost بس أنا مستكثر المبلغ هذا must pay flotation cost of 30 per pound على كل حال خلينا نشوف الآن السؤال the cost of funds from the sale of common stock common stock لحاله ها the cost of common stock for وليام هيا cost of common stock for next year شو بسمو dividend على net issue الدفند تساوي سبعة معطينا إياها سبعة هو ولا لا هذا dividend of seven year per seven dollar per share next year إذن هاي سبعة على مية ناقص ثلاث ناقص خمسة هاي على مية مية available expect to have returned earning لا هاي هاي current selling price المية ناقص أوكي آم will have to be under under price by three يعني راح تقل قيمته ثلاثة بدنا نشيل منه ثلاثة and flotation بدنا نشيل خمسة بمعنى إنه المية مش هيصف منه إلا مية ناقص ثلاث ناقص خمسة هاي مية ناقص الـ under price بثلاث ناقص الخمسة اللي flotation بطلع عندي سبعة على ثنين وتسعين إذن الدفيدين ينسب إلى ما تم نت بروسيد بسموه نت اش بروسيد سبعة على ثنين وتسعين بطلع سبعة بون ستة بالعشرة بالمية بس هذا الجواب إذن العائد اللي هو الـ cost of fund اللي هو common من نوع common التكلفة تبعته سبعة بون ستة بالعشرة اللي هي B هاي B تمام ما أدري يعني هل إحنا بحاجة لنقرى الموضوع according to the dividend growth model the cost of new external common equity طبعا قبل شوينا قلت إنه هاي اسمها new common equity or external جاي من برة is the next dividend divided by the net issue proceed yeah next dividend يلا خلينا نتشطر عليها هون next